يعني أكرر لا يوجد رجل سوي لا يجرم أعرفش النساء قد إيه أسألني عن الرجال فالتجربة جاهزة ودائمة لكن كيانك الأدبي والأخلاقي الداخلي هل سيصمد ويقاوم التجربة أم ينهار أم إزاي أنمي كياني الداخلي؟ أنمي كياني على الأقل ثلاث أشياء الشيء الأول حيث يوجد الإنفلات الجنسي وعدم الاكتفاء وعدم الالتزام وعدم ضبط النفس هناك ما أسميه تبهيم الإنسان أو تشيئ الإنسان فالإنسان حتى في الحضارة الغربية مع كامل احترامة لها من وجهات معينة فيها انفلات جنسي وهذا نتج من تبهيم الإنسان يعني إيه تبهيم الإنسان؟ يعني النظر إليه على أنه بهيمة كائن بيولوجي بيولوجيكال كريتشر مش إنسان يعني بعد داروين ما وضع نظرياته جاءت مباشرة نظريات فرويد والثنين ما تقدرش تفصيلهم عن بعض أبدا فالإنسان مجرد يعني سليل الحيوانات فهو بالتالي كائن بيولوجيكال بس فرويد تتلم عن التسامي عن الرغبات الجنسية يعني إذا أتسامه؟ أنا أنا شايف أن فرويد اختزل الإنسان إلى حيوان جنسي يعني ركز أوي نظرنا على أنه كل شيء في حياته يحركه الجنس وهذا واقع رصده ولماذا الإنسان يحركه الجنس بهذا الشك؟ لأنه للأسف تم تبهيم الإنسان تم النزول بالإنسان من عليائه من مكانته السامية إنه إنسان وأصد بكده باختصار أن أعظم شيء يساعدني هو أن تكون لي رسالة إنسانية في هذه الحياة تسمو بي عن مجرد كوني كائن بيولوجيكال عايز أكل واشرب واستمتع يعني كوني عندي رسالة وقوعي في علاقة زي كده يضرها وأنا أخاف على رسالتي وأخاف على دعواتي في الحياة مش بس خوفي ده جانب لكن مجرد أن أعيش إنسان يرى الحياة أن لها معنى عظيم وقيمة عظيمة وأؤدي فيها رسالة عظيمة يجعلني أرى أن انتهاك حق الآخر اللي هو شريك حياتي يتنافى تماما مع المبادئ الأخلاقية اللي أنا بنادي بيها وبقول إن الإنسان يبقى لي رسالة وأن معنى الحياة ليس في إجباع الغرائز لكن معنى الحياة في إنفاق النفس من أجل الآخر فسأكون متضادا مع نفسي وأيضا من الآخر الذي هو الشخص الآخر اللي أنا أود الدخول في علاقة معاه أنا بختلف إن أنا أستخدمه كشيء لإطفاء بعضين من البهجة في حياتي بالصحة وأنا مش ناوي ألتزم به وأنا مش ناوي أعيش به ده من أقوى الأشياء التي تجعلك ترفض التجربة هذا الشخص الذي ستستمتع بلحظات مختلسة معه هل أنت على استعداد أن تعلن في العلن التزامك ومسؤوليتك عنه؟